اشتركوا في القناة بيت كل ما لدي من حطب لديك حزمة حطب آسف يا سيدي لم يبقى لدي اليوم حسنا إلى الغد إن شاء الله يا عم لو كان عندي حمار آخر لن جلبت ضعف ما جلبت وحققت ربحا أكبر أنت حمار جيد ولكنني لن أحملك ما لا تطيق أتريد حمارا يا سيدي هل هذا الحمار لا؟ نعم وأريد بيعه اشتريه مني وأنا موافقة على أي ثمن تدفعه ولم تبعينه بأي ثمن يبدو أنك في حاجة ماسة إلى النقود ها؟ كان هذا الحمار هو الشيء الوحيد الذي ورثته الفتاة عن أبيها فقررت أن تبيعه وأن تعمل خادمة في بيت لأحد الأثرية أنا فقير يا مرجانة ولا أملك مالا أشتري به هذا الحمار منك ولا أستطيع أن أدفع لتعملي في بيتي أيضا لا أريد مالا إن كان لديك سقف وجدران تحميني ولكنني خذ الحمار بلا نقود وعمل واجمع النقود وعندئذ تستطيع أن تدفع إلي أجرة عملي أرجوك وافق يا سيدي أرجوك وافق وافق على بابا وقاد حماريه متوجها إلى داره التي ستعمل فيها تلك الفتاة اليتيمة مرجانة هذا هو بيتي يا مرجانة منزل مبارك يا سيدي شكرا لك يا مرجانة أعطاني والدي هذا البيت قبل وفاته والباقي لأخي الأكبر معذرة سيدي سأذهب لأهتم بأمور التنظيف والطبخ قالت سيدي رائع جدا سأعمل كثيرا لأجمع ثمن الحمار لا يقطع لأنه مثلم سأبرد أسنانه من جديد صهيل خيول من هؤلاء يا ترى افتح يا سمسم انقلوا كل شيء إلى الداخل سأبرد أسنانه من جديد سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون عصابة لصوص من أربعين لصا بالتمام والكمال أغلق يا سمسم لا أصدق يكتفي بقول افتح يا سمسم فتتحرك الصخرة اسمعوا جيدا سنصطو هذه الليلة على القلعة ففيها أكثر من ألف سيف ذهبي افتح يا سمسم ثم أغلق يا سمسم أشياء لا تحدث إلا في الحكايات الخيالية ولكن لماذا لا أجرب هذا بنفسي افتح يا سمسم لقد تحركت الصخرة لقد أغلق الباب افتح يا سمسم يغلق بنفسه إذا دخل أحد ما ويفتح إذا ناديناه من الداخل بكلمة السر أيضا يا إلهي ما هذا ما أكثر هذه الكنوس إنها لا تقدر بأي ثمن أبدا إذا أخذت بعض أكياس الذهب فلن يشعر اللصوص بأن كنزهم قد نقص منه أي شيء ما رأيك يا إلهي لماذا فعلت أنني فعلت قلت إنك ستعمل بشرف ولم تقل إنك ستسرق أموال الناس ماذا؟ اسمعي الحكاية أولا يا مرجانة وقص علي بابا على مرجانة قصة الأربعين لصا والمغارة العجيبة وبعد ذلك طلب إليها أن تذهب إلى بيت دلها عليه يسكن فيه أخوه وسوجته لتأتيه بمكيال الحنطة ليكيل به النقود لماذا يحتاج علي بابا إلى مكيال الحنطة؟ هذا أمر غريب جدا لا شك أن وراء ذلك سرا ويجب أن أعرفه انتهيت من الكيل والآن أستطيع أن أدفع إليك أجر عملك لا تستخدمها الآن وتصرفك الفقراء كما كنت فقد يتنبه اللصوص على ما فعلته بهم صدقتي فخبر الثروة المفاجئة التي حصلت عليها سوف يصل إلى اللصوص من الناس وحفر على بابا حفرة داخل البيت وخبأ فيها أكياس النقود الذهبية شكرا يا سيدتي الفاطلة ماذا؟ اسمعني جيدا يا زوجي ماذا حدث؟ كنت أختنق من حبة العنبي أمرأة إنه بريق الذهب دينار ذهبي؟ كيف حصلت عليه؟ طليت المكيال الذي استعاره أخوك علي بابا ببعض العسل سكان هذا علي بابا؟ أهلا وسهلا بك يا أخي اسمعني جيدا أنت أخي الأصغر علي أن أحافظ عليك وأموالك يا أخي هي أموالي ولذلك علينا المحافظة عليها لقد علمت بالمصادفة أن لديك ثروة كبيرة حصلت عليها فجئت لتخبرني من أين؟ هيا هيا يا أخي أخبرني من أين؟ اسمع وأخبر علي بابا أخاه بكل ما جرى لأنه فتى صادق مغارة الوادي؟ سأذهب إليها الآن إياك أن تذهب يا أخي فقد يعود اللصوص في أي لحظة وهذا خطر لا تصدق يحاول أن يخص نفسه بالكنز أصدقه؟ سأجد كثيرا من الكنوز وأصير أثر الأثرياء وصلت أخيرا افتح يا سمسم إنها تفتح سأدخل الآن لدي لأنا ما كنت أتمناه ذهب وياقود لن أستطيع أن أحمل أكثر من ذلك سأعود مرة ثانية والآن سأخرج كنزي من هنا افتح يا ملفوف صحيح تذكرت المفتاح ليس كلمة ملفوف كنت أمزح افتح يا بصل افتح يا فجل يا إلهي إنه لا يفتح ماذا سأفعل الآن لقد حبست هنا افتح أيها الباب أرجوك افتح يا صديقي افتح يا عزيزي افتح يا أي شيء ماذا تفعل الحمير هنا؟ لا دري دخل بعض الناس المغارة أتظن ذلك يا سيدي افتح يا خس ماذا تريد؟ من أنت وكيف دخلت إلى هنا؟ هيتكلم تكلم وإلا لقد فقد وعيه يا سيدي لن نضيع وقتنا قيدوه ريثما نعود إلى هنا ثانية ألا ترى أن أخاك يا سيدي قد تأخر؟ نعم لقد تأخر كثيرا اسمع يا علي بابا إذا حدث لأخيك أي مكروه فلا تلوم إلا نفسك لأن انتقامي لن يتوقعه أحد هل فهمت؟ لا تقولي ذلك فهو أخي وسوف أذهب في الصباح للبحث عنه حمير أخي هنا إذن لا شك أنه داخل المغارة افتح يا سمسم أخي استيقظ ماذا جرى لك؟ علي بابا أين ذهب النصوص؟ ساعد على بابا أخاه وأنقذه من قيوده ثم حمله مع الكنوز وتوجه نحو المدينة ولكن القصة لم تنتهي بل هنا بدأت كيف سأتصرف؟ ماذا سأفعل الآن؟ لن أستطيع الخروج وهذا القيد موضوع في قدمي سيعلم من فوره أنني من كان في المغارة وأخذ كنوزهم الذهبية وسيطلونني عند ذلك بلا رحمة أنقذني يا إلهي أنت المسؤول عن كل هذا يا علي بابا أنت دللت زوجي على المغارة وأنت من أوقعنا في هذه الورطة عليك أن تخلصنا مرجانة أمرك يا سيدي اذهب بسرعة يا مرجانة إلى صانع المفاتيح وعود به إلى هنا حاضر ها انتهينا من فكه أحسنت صنعا بذلك يا سيدي تفضل هذه أجرتك هذا كثير جدا إنه يساوي أجرته في سنة كاملة ولكن أريد أن أعلم لماذا كان القيد الحديدي برجله وهذا أيضا لكي تنسي الأمر تفضل هل كان برجله قيد حديدي حقا أنا لا أذكر شيئا من ذلك يا سيدي لقد هرب لم يعد هذا المكان آمنا لوضع كنوزنا فيه بعد أن علم ذلك الغريب إذن علينا أن نغير المكان يا سيدي الزعيم لا لأن ذلك يحتاج إلى وقت طويل جدا أيها المساعد الذكي يجب أن نبحث عن ذلك الرجل في كل مكان ونقضي عليه وبذلك نسكته هذا كالبحث عن إبرة في كومة قش اذهبوا وابحثوا عن رجل يحمل بساقه قيدا حديديا هل سأجده بين هؤلاء الناس؟ يا قليل الأدب عفوان يا سيدي كان اللصوص يبحثون كل يوم في المدينة عن الرجل صاحب القيد فتشوا طويلا لكنهم لم يعثروا عليه أقفلت سوق المدينة أبوابها يا رجال سترجعون الآن إلى الغابة وتعودون غدا للبحث عن الرجل هل ستبقى هنا؟ سألحق بكم بعد قليل هيا إلى الغابة سأجده صانع المفاتيح كيف لم أفكر فيه؟ مرحبا يا سيد أرى أنك أقفلت باكرا اليوم بل سأبقي دكاني مغلقا مدة طويلة عملت بيجرة عام كامل وكيف كان هذا؟ خلصت أحد الرجال من قيد حديثي ماذا؟ أنا لم أقل شيئا ظننت أنني سمعت شيئا مهما لم أقل شيئا وبهذه دعنا نتفاوض يا سيدي ستخبرني رغم أنفك هذا هو البيت يا سيدي إنني أذكره جيدا هذا جيد إذهب أنت أتريد سكينها؟ شكرا ظننت أنك ستختبئ إلى النهاية سأضع العلامة هنا هكذا نعرفه بسرعة يا سيد من المعيب أن تكتب على أبواب البيوت في الحقيقة خطر في بالي أمر فخشيت نسيانة قلت أكتبه على بابكم لا هذا هو السبب الحقيقي لا شك أن الرجل من النصوص وضع إشارة على باب سيدي لا بد لي من أن أخدع هذا اللص الماكر الجزاء من جنس العمل واستخدمت مرجان فطنتها فرسمت دوائر على أبواب البيوت المجاورة العلامة دائرة على الباب هذه هي الدائرة يا سيدي وهناك أيضا دائرة مثلها وهنا أيضا وهنا وهنا وهذه أيضا ما رأيت نتيجة ذكائك لن نعرف البيت بهذه الطريقة أيها المساعد صرت الآن خطرا على المزموعة لا محمي أيها الزعيم لا لا ما أود أحتاج إليك الآن اذهب إلى المدينة وليدلك صانع المفاتيح على بيت الرجل صاحب القيد أخطأت أنت أيضا إذن اذهب إلى الصحراء ولا تعد في هذه المرة ذهب زعيم النصوص بنفسه إلى المدينة لأنه فقد الثقة بذكاء مساعدين وسأل صانع المفاتيح عن بيت الرجل صاحب القيد الحديدي ثم تنكر بزي تاجر وجاء ليلا إلى منزل علي بابا يا أهل المنزل ماذا يريد السيد؟ أنا تاجر زيت جوال متعب وأريد أن أرتاح فهل يمكنني أن أبيت ليلتي هذه في دياركم وأكون شاكرا؟ لكن سأسأل سيدي أولا من يملك دارا كبيرة مثل هذه لا يرد الضيف أبدا أهلا وسهلا بك في داري المتواضع تفضل يا سيدي وخيوله سيدي ليس هذا هو الرجل الذي هرب من المغارة علي من طرق الباب؟ إنه هو تفضل يا سيدي أدخل الخيول وأعد لتناول العشاء معا شكرا جزيلا لك على كرمك أيها السيد أليس مريبا أن يأتي هذا الضيف فجأة؟ تجار الزيت يستعملون الحمير وهذا معه خيول هذا هو البيت المطلوب يا رجال ابقوا في الجرار ولا تحدثوا أي تضجة وعند منتصف الليل أعطيكم الإشارة فتقضون عليهم لا أريد أن ينجو منهم أحد اختبئوا إنهم اللصوص ماذا سأفعل؟ حكايتك مسلية جدا أيها الضيف العزيز أعددت لكم شراب التوت الممزوج بماء الورد كي يشربه ضيفنا أحسنتي أنت لا تنسينا شيئا يا مرجانة اشرب يا سيدي بالهناء والشفاء شكرا لك كل شيء جاهز أنت تتمتع بنفس مريحة أيها السيد خذ هذا سأسمعك قصة مغارة زعيم اللصوص ماذا تقصد يا هذا؟ لا لا لقد نسيها لا بأس أنا أحفظ تلك القصة عن ظهر قلب أيها السيدان ولكن عقلي ليس دفترا نسيتها خلولي أنت وحيد الآن وما من أحد من عصابتك يا زعيم اللصوص ماذا قلت يا مرجانة؟ سأحضي عليك لا تدع زعيم اللصوص يفلت من بين يديك يا أخي انتظر لن أدعك تودي سيدي أيها الماكر ستريني ما سأفعل مرجانة؟ سأنتقم منكم انتظروا عودتي لا شك أنه سيتجه إلى المغارة لنلحق به كنوزي أموالي سأنتقم منكم افتح يا سمسم لن تهرب أيها اللص أغلق يا سمسم بعد ذلك بنع لي بابا بيتا جميلا في الغابة أما زعيم اللصوص فكان أمره مختلفا لا أريد أن أذهب إلى الصحراء بلا عودة أرجوكم أرجوكم أيها السادة ساعدوني أرجوكم عجبتني براعتك في استخدام السيف يا مرجانة شكرا سرت ثريا بفضل الله وفضل ذكائك أيتها الفتاة الطيبة أطلبي يا مرجانة سأحقق لك ما تريدين لا أريد شيئا إلا أن أبقى معك أيها الشاب الشجاع الأمين هل تقبلين الزواج بيا مرجانة؟ كنت أنتظر أن تقولها زوجاني سعيدان إلى آخر العمر زوجاني سعيدان إلى آخر العمر اشتركوا في القناة